بسار أسكري الحسن بأن هناك فكرة جديدة الآن يتم تداولها وهذا ما لم يتحدث عنه لا أي بيانات ولا تلفزيونات ولا قنوات وهو إحالة الملف بشكل كامل إلى جنيف بعد ماذا؟ بعد فكرة الخطوة بخطوة التي سبعت عنها هي طرحها بذرسهم قبل فترة هذه دار حولها كثير من اللغة يعني ما معناها؟ ما فهمناه تماما؟ القطوة بالخطوة إذا لم تتصرف المعارضة بدقة متناهية وبحثت في هذه المواضيع ربما تكون الأمور سلبية وربما تكون إيجابية بمعنى ما فهمناه تماما هي قضية تطرح الآن بين الدول عموما وليس الدول لضمانها وهذا هو الحسن في القضية يعني القضية لم تحصر بيد دول أستانة إنما الآن حصرت بيد مجموعة دول في المجتمع الدولي المنوات التحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، تركيا وكل هذه الدولة التي هي فاعلة بشكل أو بأخر أنه الآن دخلت هذه القوة وهذه الدول في الحل السياسي بشكل واضح بمعنى الآن بدرستانيود أنفعل هذه القضية من ناحية الخطوة يقوم فيها النظام وروسيا وحلفائه وخطوة تقدم من هذه الدول ذات الشأن وذات الإمكانيات والقوة بمعنى يقابل خطوة من هذه المجموعات وخطوة من المجموعة الأخرى هذا الكلام جرى نقاشه في أستنى بشكل أو بآخر؟ لأن التصريحات خلال هذه الجولة التي صدرت من السيد أحمد طعمة بأن المعارضة لم يتضح لها معنى التصريحات بيدرستاني يعني لم يكن عندما أخذنا التصريح منه وأخذه موقع تلفزيون سوريا لم يكن واضحا بالنسبة إليه ما دعناه؟ أنا أعتقد أن الوقت لم يسعفه لحتى يعني يشرح لو جاء إلى هنا وتكلم بشكل أوضح ستكون لديه الوقت الكافي لأن القضية تحتاج إلى شرح أنا قلت أنها تحتاج إلى بحث من قبل المعارضة وإلى تدقيق بما هي هذه الخطة أول فيه إيجابيات وفيه سلبيات الإيجابية الأولى أن الأمر لم يعد بيد الدول الثلاث طبعا لها إمكانيات في الحل يعني تركيا روسيا إيران كل له إمكاني في التدخل بالحل لكن الآن هناك دول أخرى سوف تدخل على هذا الخط وهو ما أعاد بقية الدول التي استنكفت قبل فترة إلى المسار يعني هذا يبدو تأكيدا للمؤكد أنتم تعرفون مسبقا منذ أن بدأتم في أستانا بأن الحل ليس في أستانا نقول ذلك نحن لا نخب بهذا الأمر وهي أستانا قضية عسكرية في الأصول المدعات لكن الروس يحاولون تحويل هذا المسار إلى مسار سياسي وعسكري بنفس الوقت طيب لكن يبدو أنهم نجحوا في بعض الأحيان لماذا نجحوا؟ نجحوا لأن ما تقرر سياسيا على المستوى السياسي في ملف السوري بدأ يتقرر في أستانا يعني قضية اللجنة الدستورية الآن أين يتم نقاشها؟ يعني دعنا نكون واقعيين أنا لا أتكلم لأنني موجود في مسار أستانا أنا أتمنى الحل في أي مكان لا ليس مشكلة في جينيير في أستانا في فيينا في أي مكان المهم نصل إلى نتيجة قضية اللجنة الدستورية بدأت في سوتي ويجري نقاشها في كل مكان لأن روسيا أرادت أن تحصر الحل السياسي نعم صحيح بدأت في سوتي بعد اتخاذ قرار في أستانا نحن ذهبنا إلى سوتي ذهبنا بعد أن اتخذنا قرار في أستانا بأن هناك لجنة دستورية لكن النتائج كانت غير مجدية وغير مطمئنة لكن الآن هناك حديث بشكل صريح عن قضية اللجنة الدستورية كيف يمكن دفع هذه القضية؟ وهذا لم يتم الحديث عنه في الإعلام ولا في البيان الختامي ولا أي تصريح آخر لأن اللقاءات كانت قصيرة الآن هناك فكرة جديدة ورد يعني هو موضوع دفعها إلى الأمام يعني ورد في مجموعة من التصريحات ربما حتى في تصريحك يعني بأن الروس تعهدوا بشكل أو بآخر لكن يعني التصريح المتعلق باللجنة الدستورية بالذات نقل عن أطراف المعارضة بشكل مغير للنظام يعني النظام قال بأن روسيا أكدت بأن المعارضة هي الطرف المعطل في اللجنة الدستورية هذا كلام يقال علام لكن مواجهتنا مع الروس قلنا لهم أنتم تصريحاتكم غير ما تعرفونه وتعلونه تماما هذا كلام دار بيننا وبينهم لكن الآن ماذا سيتم حتى تدفع اللجنة الدستورية وهي التي تناقش في أستان الآن يعني شيئنا أم أبينها هذا هو الواقع الآن هناك فكرة واضحة لدفع هذه اللجنة الدستورية بأن يقدم كل طرف طرف النظام وطرف المعارضة أوراق مكتوبة كانت الجولات السابقة الستة يتم فيها النقاش بشكل ارتجالي أحيانا ودون أوراق الآن هناك المطلوب من الطرفين تقديم أوراق لتثبيت لتثبيت وثائق معينة في الأمم المتحدة يعني بمعنى سيذهب النظام وتذهب المعارضة لن يتم الحديث وليس هناك شروط روسية على الأوراق التي ستطرح من قبل المعارضة يعني الروس قالوا بأن المعارضة تطلب شروطا تعجيزية خلال الجولة هذا حتى يتملصوا ويتنصروا من المسؤولية التي وقعت عليهم في الجولة السادسة الكل يعرف إحاطة بيدرسون كانت في مجلس الأمن يعني تقريبا أشار إلى النظام بأنه المسؤول وكل الدول حتى هو قال أن خاب ظنه في هذه القضية بيدرسون الروس حاملوا الآن تجميل الوضع لأن المسؤول عن لجنة دستورية وعن قضية القرار السياسي عند النظام هم الروس والمسؤول على القرار العسكري هم الإيرانيين هذه هي المعادلة يعني هذا إذن فيما يخص اللجنة الدستورية فقط يعني دعني سأعود إلى بداية مداخلتك موضوع تصريح بيدرسون بالخطوة خطوة يعني هل نوقش في أستنى؟ يعني هل كان هناك حديث داخل أستنى بأن هؤلاء الأطراف ثلاثة لم يعودوا وحدهم المتحكمين بالملف لنقول يعني أنت قلت نقطة مهمة بأن الملف سيعود إلى جنيب بشكل أو بآخر صحيح هذه وعود بيدرسون أم هذا نوقش في أستنى؟ يعني فقط أود منك توضيع لأن الفكرة بمجملية فكرة الخطوة خطوة لن تتم إلا إذا شاركت الأطراف الأخرى يعني بمعنى الآن إذا أكرروا هذه الخطوة بخطوة وافقوا على ذلك الروس والإيرانيون والأطراف موافقون؟ أنا أعتقد أن هناك الآن مؤشرات إيجابية للتوجه لكن البحث في ما هي يعني كيف ستتم خطوة خطوة؟ ما هو المطلوب من النظام؟ مثلا قضية المعتقلين هل هي مطلوب خطوة؟ أم هي فوق تفاوضية؟ نحن عندما طرح هذا الأمر قلنا لهم قضية المعتقلين هي قضية ليس التفاوضة